موسيقى موسيقى نعاجد من هذا الشيء هذا الاتفاقي كان قد قد تنصر ليس هل نعرض للمشاكل أو نشجعهم لإستعملوا هذا الشيء ولكن رأيتنا نقاوها في حين نشوف كماش نبتوها ونشوفها عدنا زيال بخار وما يرتبط وإنه بلد فهل مستهدو والآن أغير المؤسسات كانت تشتغل بفواسطة كلية تورا كانت تشتغل بأن إضافة تشتغل على هذا الشيء هذا هو مطول من الفضل التي ستعرفتها فقد سنكملون كما نجدوه الجدد كلين فيها في النسيخ المعرفة في القراطية ومع الملولة الجنائية ومع الملولة الجنائية لأننا نشرحون إن شاء الله طريبا في محالة للزرع الكريم ونحن نرى فيها ثانيا توعية الصحية على طريق تريبيات فيما يخص الديقائة ونحن نريد الديع إلى الهدفة كيف شفتوا اليوم تعقدت دورة العادية للمجلس جهة مركز عسفي دورة العادية لشهر مارس ومبيل الأمور التي تنولتها والتي هي أساسية بالنسبة للجهة الأمر الأول يتعلق بالجانب الصحي والتي هو أساسي المشروع اللي داز هو طبعاً هو مشروع ديال دعم لجمعيات المساعدة مرضى للقصول الكلاوي بجهة مراقش عسفي واللي تعطل واحد دعم اللي كي نازل 6550 ألف درهم لكل جمعية طبعاً الجهة حطيت دعم هذا الميلف لأنه ميلف هو أساسي وحساس وهذه الأمراض اللي هي القصول الكلاوي اللي كاعني منها واحد شريحة كبيرة من ساكنة ديال جهة مراقش عسفي الجهة اعطتها أهمية وكيف شتو في النقاش على أنها يعني جمعات الجهة الجمعيات في إطار الفيدراليا واللي لغاية من هذا الجميع ومن هذا وهو الإشراف المباشر على حسن السير ديال المراكش ديالتصفية الدم بجهة مراكش عسفي بحيث أنه سيتم منتقال من المساعدة المباشرة بالتصفية إلى مرحلة مرحلة الزرع الكيلي بجهة مراكش عسفي وكذلك إلى مراحل ديال التوعية من الزوائية المصابين والأمراض المزمنة التي تقدر يوصول إلى القصول الكيلة وتعميم الخدمات ديال الوحدات المستعجلات الطبية المتنقلة ما يسمى بالصامي هذا المشروع اللي هو مشروع اللي غادي تم عبر الثلاث مراحل المرحلة اللولى هي خلق أربعة أثمانية ديال الوحدات مراكز اللي غادي تكون وحدة في كل إقليم هذا المراكز غادي تكون محتوي على صيارة إسعاف مجهزة وكذلك بأطقم طبية وشبهة طبية مختصة في الإسعافات الشنور الأهمية من هذا المشروع هذا المشروع الأهمية دياله هو تقديم المساعدات الاستعجالية في عين المكان سواء للمصابين أو للمرضى كذلك لتنصيق في التنقل للحالة اللي هي مستعجلة سواء ما بين أماكن تواجد ديال المصابين وكذلك المراكز الشفائية والعمل كله غادي يقوم غادي يكون بتنصيق مع المركز الشفائي الجامعي عبر واحد الرقم اللي هو 141 اللي هو رقم أخضر واللي غادي يمكن أي مواطن قاطن وأي متواجد بجهات مراكش أسفي غادي يستفيد بهذه الخدمات عبر هذا الرقم هذا طبعا الغاية من هذا المشروع هو كيف قلت يعني تحسين الجودة ديال تكفل بالمرضى بحيث ديك المرضى احنا كنشوفوه الطرق باش كيتزو بيوم المرضى وطرق الإسعاف أنه ما كنت واحد الإسعافات اللي هي كتعطاه في عين المكان اليوم هذا المشروع إن شاء الله غادي تم إعطاء إسعافات في عين المكان وكذلك تنقل ديال المرضى في ظروف جد هذا جد جد ملائمة واللي كيتم تقديم الخدمات ديالو الإسعافات ديالو بمجانا بمعنى أنه الجهة ووزارة الصحة هم اللي غادي يتكلفوا بهذا المصارف عبر واحد واحد اتفاق واحد صفقة اللي غاتمع واحد الجهة خاصة اللي غاتتكلف بهذا العمل يعني أي مصاب لما كيتوقع هذا إذا تسير كيفاش كي عشمن وقت اللي كي يصغرق الوصول إلى عين المكان كذلك شن هي الإمدادات وشن هي الإسعافات اللي كتعطى تقريبا ما كينا شي ثالثا طروق ديال تنقل ديالو ورابعا وخصوصا وهو الإيواء ديالو في 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 المشفى هذا العمل هذا بحده طبعا ما غاديش يكون بحده غادي يكون معه مواكب عمل وهو تحسين ظروف ديال أقسم المستعجلات وكذلك خلق واحد المجموعة من واحدات ديال طبع المستعجل عن قرب ما يسمى بليزيوم بي إلى غير ذلك من واحد المجموعة ديال المشاهد المجموعة ديالإجراءات اللي غا تكون مصاحبة أو مواكبة هذا العملية هذه الحمد لله هذا مشروع اللي خدمنا فيه منذ ثلاث سنوات وغادي يكون بتنصيق ما بين وجهات مراكش أسفي وبين وزارة الصحة في شخص المركز الشفائي الجامعي وكذلك في شخص المدرية الجهة هوية الصحة إذن هذا عمل اللي هو عمل كبير واللي غا تكون الجهة ديالنا هي السباق على صعيد المغرب فيما يخص هالنوع من الخدمات الطبية المستعجلة تنصيق طبعا غادي قلت غادي يكون في مركز الشفائي الجامعي وغادي يكون واحد دفتر تحملات اللي كي يلزم على الناس اللي غادي يأخذو هالنين غادي يكون في إطار تدبير مفوض هالنين غادي يأخذو هالنس اللي غادي يأخذو هالن قوي خيم هالن عملية غادي يكون عندهم واحد مجموعة عدين الشروط أولا النجاعة ثانيا استعجال يعني السرعة في التدخل ثالثا الوقوف على الإيواء بشكل يعني طبي وبشكل أكيد في المصابين في المراكز الشفائية سواء في المشافيات الإقليمية أو في المشافة الجالية طبعا اللي كيهم جهة كيهم إقليم أسفي وهو واحن مجموعة دي المحاوير الطرقية اللي صدق عليها المجلس واللي هي تخدم يعني تحسين وتجويد للشبكة الطرقية بجهة بقليم أسفي فيها الطريقة الساحلية فيها واحد مجموعة دي المحاوير الطرق إقليمية وكل يعني هالجهة مشاركة فيه بواحد شكل اللي هو قوي وكبير لزاف موسيقى